إلى تفاصيل مجدداً أهلاً بكم قال محافظ أربيل أوميت خوشناو أن جميع الجهات ذات العلاقة والدوائر والمؤسسات والإدارات المحلية تعمل على تنفيذ خطة المحافظة لتخطي فصل الصيف مؤكداً أن تأمين مياه الشرب للمنازل مشكلة سنوية ودائماً ما تطل برأسها في فصل الصيف وأضاف أن سنوات الجفاف الثلاث الماضية تأثيراتها مستمرة لغاية الآن مشيراً إلى أنه وفقاً للأحصائيات المتوفرة لمناسب المياه الجوفية وقلة الأمطار والثلوج المتساقطة فإن أربيل ما تزال تعاني من الجفاف للسنة الحالية أيضاً خوشناو أكد في مؤتمر صحفي أن أربيل تعتمد على منسبته 50% من المياه الجوفية و50% من المياه السطحية لتأمين مياه الشرب للمناطق والأحياء ولكن الموضوع الاستراتيجي يكمنه بأن نصل إلى مرحلة الاعتماد على المياه السطحية بشكل تام لتوفير الإسالة لمدينة أربيل وضواحيها ونبه أيضاً إلى أنه قد نضطر إلى عدم توفير المياه على مدار 24 ساعة للسكان وفي أي مكان تظهر مشكلة شح المياه سنقوم بتوفيرها سواء بالآبار أو بمياه مشاريع الإفراز لأن بعض المناطق لا تحصل على المياه بشكل مستمر بل لبعض الساعات وكشف رئيس الحكومة المحلية لأربيل أن إدارة المحافظة بصدد إصدار تعليمات صارمة تقضي بفرض عقوبات على أولئك الأشخاص الذين يهدرون المياه ولا يلتزمون بترشيد الاستهلاك سواء في المنازل والفنادق والأسواق والمطاعم وأحواض الأسماك ومن يغسلون السيارات في الشوارع